مرحبا بجميع أصدقاء متابع قناة فلاش تسعون دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الاثنين اخترت 13 مقابلة من دوريات وكؤوس مختلفة أول لقاء الدور الإسباني الجولة الخامسة اللقاء الخيشامي للجولة رايوفايكانو السعب الفارق وصاصونة ترتيب الناديان رايوفايكانو فالرشبا الخامسة عشر بأربع نقاط مناصفة مع فارقي بلد الوليد وريال سوسيداد من انتصار تعادل وهزيمتين فارق أساسونة فالرشب العاشرة بسبع نقاط مناصفة مع إسبانيول بيلباو خيرونا وديبورتيفو ألافيس من انتصارين تعادل وهزيمة المواجهة الأخيرة التي جمعت ما بين ناديان تات لصالح رايوفايكانو انتصار هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان لقاء التاريخية تشهد الغلبة الفارق المادريدي رايوفايكانو 22 انتصار مقابل 16 انتصار الأساسونة مع 11 لقاء انتها بنتيجة تعادل اللقاء الأخير لكل نادي الريوفايكانو لازم خارج ديار أمام إسبانيول برشل هنا هدفين مقابل هدف واحد وساسونة الانتصار داخل الميدان أمام سلطة جلجة مقابل هدفين أفضل توقع للقاء هو أن يشهد المقابلة تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة الثانية الدوري الإيطالي الجولة الرابعة بارما يستقبل فارق أودينيزي ترتيب الناديان بارما في الرشبة الثانية عشر بأربع نقاط مناصفة مع ليتي ولا زي روما من انتصار تعادل وهزيمة فارق أودينيزي في الرشبة الخامسة بسبع نقاط من انتصارين وتعادل اللقاء الأخير الذي جمع الناديان انتهى بالتعادل إيجابي هدفين في كل شبكة اللقاء التاريخية تشهد الغلبة بارما خمسة وعشرون انتصار مقابل أربع وعشرون انتصار أودينيزي مع ستة عشر مقابلة انتهى بالتعادل اللقاء الأخير لكل نادي بارما الهزيمة في التقائق الأخيرة خارج الميدان أمام نابولي هدفين مقابل هدف واحد أودينيزي الانتصار أمام كومو داخل ميدان هدف مقابل سفر مع تضيع فارق كومو لضربة جزاء في التقائق الأخيرة ما بعد التسعون أفضل توقع لمقابلة بارما وأدينيزي أحد مزدوج للفارق الضيف أودينيزي الانتصار أو ينتهي اللقاء بالتعادل المقابلة الثالثة لازيو روما يستقبل فارق هيلس فيرونا ترتيب الناديان فارق العاصمة لازيو يحتل الرشبة الحادية عشر بأربع نقاط مناسبة مع ليتيو بارما من انتصار تعادل وهزيمة فارق هيلس فيرونا في الرشبة السادس بست نقاط مناسبة مع إمبولي أتالانتا بيرغامو من انتصارين وهزيمة آخر مواجهة جمعت الفارقين انتهت لصالح لازيو الانتصار هدف مقابل سفر داخل الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالبا لازيو روما 27 انتصار مقابل 21 انتصار الهيلس فيرونا مع 23 اللقاء انتهي بالتعادل اللقاء الأخير لكل نادي لازيو التعادل قبل التوقف الدولي داخل الديار أمام ميلان هدفين في كل شبكة هيلس فيرونا انتصار خارج الميدان أمام جنوى هدفين مقابل سفر أفضل توقع للمقابلة أرشح فارق العاصمة لازيو الانتصار داخل الميدان المقابلة الرابعة الدوري البرشغالي الجولة الخامسة استريلا داما دوري الصعب الفارق بوافستا ترتيب الناديان استريلا يحتل الرشبة السابع عشر بنقطة وحيدة من تعادل وثلاثة زائم بوافستا في الرشبة الخامسة عشر بأربع نقاط مناصفة مع ناصيونال بنفس عدد النقاط من هزيمة انتصار آخر مواجهة جمعة الناديان انتهت بالتعادل إيجابي هدف في كل شبكة لقاءة تاريخية تشهد الغلبة الاستريلا في لقاء والتعادل في مقابلة آخر لقاء الكل نادي استريلا لازيما داخل ديار أمام كصبية هدف مقابل سفر بوافستا تعادل داخل الميدان أمام استريل سفر مقابل سفر توقعي لمقابلة استريلا وبوافستا أرسح بأن اللقاء سيشد تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة الخامسة الدوري اليوناني الجولة الرابعة آيك آتين يسأ بالفارق فولوس ترتيب الناديان آيك آتين في الرشبة التالية سبع نقاط مناصفة مع فارق أوفي بنفس عدد النقاط من انتصارين وتعادل فارق فولوس في الرشبة التالية عشر بثلاث نقاط مناصفة مع فارق آتين بنفس عدد النقاط من انتصار وهزيمتين آخر مواجهة جمعات الناديان انتهت للصالح آيك آتين الانتصار تلاتة سفر داخل الميدان لقاء التاريخية تشهد الغلبة آيك آتين اثنى عشر انتصار مقابل خمس انتصارات فولوس مع لقاء انتهاء بالتعادل اللقاء الاخير لكل نادي آيك آتين انتصار خارج الميدان امام ليفا دياكوس ثلاثة سفر فارق فولوس لهزيمة داخل الميدان امام أوفي ثلاثة واحد افضل توقع للقاء الدوري اليوناني ان تنتصر آيك آتين في شوط المقابلة الاول هذا هو افضل توقع للمواجهة المقابلة السادسة الدوري التوركي الجولة الخامسة انتاليا سبوريسة بالفرق ادانا ديمير سبور ترتيب الناديان انتاليا فروش بالحادي عشر اربع نقاط منصفة مع الريس بور بنفس عدد النقاط من انتصار تعادل وهزيمة ادانا متديل ترتيب بنقطة وحيدة من تعادل وتلاج هزائم اخر لقاء جمع نادية انتشاء لصالح انتاليا هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان لقاءات تاريخية تشهد الغالب الادانا تسع انتصارات مقابل خمس انتصارات انتاليا مع اربع لقاءات انتشاءوا بالتعادل اللقاء الاخير لكل نادي انتاليا الهزيمة خارج الديار امام اسطنبول باسكشير خمسة اثنان ادانا الهزيمة داخل الديار امام غالطة ساراي خمسة واحد افضل توقع للقاء انتاليا وادانا هي كلا الناديان سيسجلان المقابلة السابعة الدور السويدي الجولة الثانية والعشرون هامار بيستقبل فارق نوركو بينك ترتيب الناديان هامار بي فالرشبه الثانية تسعة وثلاثون نقطة مناسبة مع جورغاردن بنفس عدد النقاط من اتنى عشر انتصار تلات تعادلات وستة زائم فارق نوركو بينك فالرشبه الحادي عشر باربع وعشرون نقطة من سبع انتصارات تلات تعادلات واحد عشر هزيمة اخر مواجهة جمعت الفارقين انتهت لصالح هامار بي هدفين مقابل هدف واحد خارج الديار الغالب في المواجهة التاريخية لصالح نوركو بينك ستة واربعون انتصار مقابل تلاتون انتصار هامار بي مع خمسة وعشرون لقاء انتهى باقتسام نقاط المواجهة اللقاء الاخير الكل نادي هامار بي الانتصار هدف صفر خارج الديار امام جوتي بيرك فارق نوركو بينك تعادل داخل الميدان تلاتة تلاتة امام فارق هاكن افضل توقع للقاء الدور السويدي ورشح فوز هامار بي داخل الميدان والوصول للنقطة التانية والاربعون المقابلة التامنة الدور الانجليزي الدرجة الاولى الجولة السادسة بيرمينغام سيتي الصعب الفارق ويركسهام ترتيب الناديا بيرمينغام في الرشبة السادسة عشر نقاط مناصفة مع فارق لينكون سيتي وبرانسلي من تلاتة انتصارات تعادل ويركسهام في الرشبة الاولى بثلاتة عشر نقطة من اربع انتصارات وتعادل اخر مواجهة جمعة الفارقين انتهت لصالح بيرمينغام اربعة واحد داخل الديار اللقاء التاريخية تشهد الغالب بيرمينغام اربع انتصارات مقابل انتصارين ويركسهام مع لقاء انتهاء بالتعادل اللقاء الاخير الكل نادي فارق بيرمينغام لازمة في كأس انجلاتيرا بدارب الجازة امام بريستول اربعة تلاتة فارق ويركسهام انتصار في كأس انجلاتيرا للهواج امام فارق سالفورد سيتي هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان افضل توقع للقاء ان يسجل فارق ويركسهام هدف واحد في المقابلة هذا هو افضل توقع للقاء الدوري الانجليزي الدرجة الاولى المقابلة التاسعة الدوري الانجليزي الجولة التامينة نورد جيلاندي صعب الفارق رونديرس ترتيب الناديان نورد جيلاند فارق سبع السابع 11 نقطة مناصفة مع رونديرس بنفس عدد النقاط من ثلاث انتصارات تعادلين وهزيمتين اخر مواجهة جمعت الفارقين انتهت للصالح نورد جيلاند ثلاثة اثنان خارج الديار لقاء التاريخية تشهد الغالبة نورد جيلاند ثلاثة وعشر انتصار مقابل 11 انتصار نورد جيلاند رونديرس عفوا مع تسعة عشر لقاء انتهب التعادل اللقاء الاخير لكل نادي نورد جيلاند لهزيمة خارج الديار امام اروس اربعة اثنان فارق الرونديرس الانتصار في الكأس عشر صفر خارج الميدان توقعي الافضل للمقابلة اوفير اثنان اي اللقاء سيشهد تسجيل هدفين او اكثر المقابلة العاشرة دوري ابطال اسيا للنخبة مجموعات الشرق الشرطة العراقي يستقبل النصر السعودي اخر اللقاء انتهاء لصالح النصر هدف مقابل سفر خارج الميدان في البطولة العربية اللقاء الاخير لكل نادي الشرطة الانتصار امام الزوراء في الدوري العراقي خارج الميدان هدفين مقابل سفر فارق النصر تعادل في الدوري السعودي هدف مقابل هدف امام الاهلي افضل توقع للمقابلة ارشح بان كلا الفارقان سيسجلان المقابلة الحادي عشر العين بطل النسخة الماضية في مواجهة السد القطاري اخر اللقاء جمع الفارق انتهاء للصالح السد اربعة سفر داخل الميدان اللقاء التاريخية تشهد تكافو انتصار الكل نادي مع اللقاء انتهاء بنتيجة تعادل اللقاء الاخير لكل نادي العين انتصار داخل الميدان امام فارق اتحاد كلبه في كأس الامارات تلاجع مقابل هدف واحد السد الهزيمة القاسية في الدوري امام ام سلال بنفس النتيجة تلاجع واحد افضل توقع للقاء العين والسد اوفير اثنان اي اللقاء سيشهد تسجيل هدفين او اكشر المقابلة التاني عشر استقلال تهراني استقبل فارق الغرف القطاري اخر لقاء جمع الفارقين جابت تعادل ايجابي هدف في كل شبكة الموجهة التاريخية تشهد الغلب الاستقلال انتصار مقابل لقاء انتصار بالتعادل اخر لقاء الكل نادي استقلال هزيمة خارج ديار في الدوري الايراني هدف مقابل سفر الغرفة تعادل في الدوري القطاري داخل الميدان امام الشمال هدف في كل شبكة توقع للقاء ارشح فوز استقلال تهران داخل الميدان المقابلة الثالثة عشر والاخيرة الاهلي جدي الصعب البرس بوليس الايراني اخر مواجهة جمعة الفارقين انتهت لصالح اهلي جدي هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان انتهى لصالح اهلي جدي هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان اللقاء التاريخية تشهد الغلب البرس بوليس بانتصارين مقابل انتصال اهلي جدي مع اللقاء انتهى بالتعادل اخر اللقاء الكل نادي اهلي جدي التعادل في القمة في الدوري السعودي امام النصر هدف في كل شبكة خارج الميدان بيرس بوليس الانتصار في الدوري الايراني داخل الميدان امام فولاد هدفين مقابل السفر توقع للقاء ان ينتهي شوط المقابلة الاول بنتيجة التعادل هذا هو افضل توقع للقاء دوري ابطال اسيا للنخبة هذا الاصدقاء امام توقعات تحليلي ل13 مقابلة ليوم الاثنين في الاخير حد موفق للجميع